القصة والحكاية من أولها لنهايتها هقولها لحضرتك في عجالة طيب منتخب مصر مع كابتن أحمد الكاس أول مباراة منتخب مصر بيتغلب خمسة الإعلام كله أو من رحم ربي إلا من رحم ربي الناس كلها طلعت في هجوم شديد جدا وحقهم على فكرة إن منتخب مصر ما يتغلبش خمسة من المغرب أو من أي منتخب في الدنيا لأن ده منتخب مصر يطلع النجم الخلوق والمحترم والقيمة الكبيرة الكابتن أحمد الكاس زي ما هو دايما معودنا منتهى الشياكة والهدوء والاتزان والاحترام اللي في الدنيا اتحط في موقف إنه هو يا إما هيقولك اللي عيبة أسرت يا إما هيقولك أنا مش هنزل ألعب بدلهم يا إما هيقولك ميت عزر وميت حكاية ويحكي لك حكايات كتير جدا ولكن كابتن أحمد الكاس قرر إنه هو يحل الموضوع منه لنفسه وهو يبقى اللي بيحسب على المشاريب أو يحسب على الليلة زي ما بنقول وطلع للإعلام وقال أنا المسؤول الأول والأخير في القصة ولا دا زنب لعبة ولا دا أو دا حتى مش من مسؤوليات لعبة أو حتى ما فيش أي لوم على أي لعب وأنا صاحب المسؤولية الأولى والأخيرة والراجل بمنتهى الصراحة والوضوح كان بيحمي لعبته اللي حصل بعد إخفاق مباراة المغرب بعد أما اتغلبنا خمسة واحد نهاية القصة والمشهد الأخير منتغب مصر هو بطل لهذه التصفيات من 2011 ما وصلناش للنقطة دي المشوار كان عامل إزاي بعد مطش المغرب قدرت أني أنت تفوز على تونس الأول خالص قبل مباراة تونس كانت الجزائر صح يا شباب الجزائر اتنين واحد بعد كده تونس ثلاثة اتنين بعد كده ليبيا سبعة واحد من إخفاق كان كفيل أن هو يخلص على جيل كامل من العيبة أن هم بقوا صحاب اللقطة هم اللي نوروا هم اللي تقلقوا الفضل بعد المولى عز وجل بشوفوا الماستر سين بتاع النجاح ده وبتاع الفريم ده تصريحات الكابتن أحمد الكاس بعد مطش خمسة من المغرب وبالمناسبة التاريخ بيعيد نفسه مع كابتن شوقي غريب في 2003 منتخبنا اتغلب سبعة من الأرجنتين كابتن شوقي نفس التصريحات كابي بيست بالكربون وخد اللعيب عزمهم على العشا النتيجة منتخب مصر حقق ميداليا برونزية في كاس العالم للشباب كل التحية وكل التقدير وكل الثناء وكل الدعم لموليد 2005 والجيل جديد من النجوم على موعد مع الشهرة والنجومية والتقلق في منتخبات مصر الوطنية وكل الشكر والتحية والتقدير لكابتن أحمد الكاس